اشتركوا في القناة وهي أداة مقدمة من مايكروسوفت وهي أداة PC Health Check وهذه الأداة قامت بإزالتها مايكروسوفت في السابق من موقعها لأنها كانت تعطي نتائج خاطئة والآن تعيد إطلاقها بعد إجراء التعديلات اللازمة وفعلاً أصبحت الأداة أكثر دقة الآن لتحميل الأداة نفتح الموقع الرسمي لمايكروسوفت من خلال هذا الرابط ولكن حتى نتمكن من تحميل الأداة من موقع مايكروسوفت نحتاج إلى تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت نقوم في الأعلى بالنقر على Sign In ثم نقوم بإدخال الإيميل الخاص بمايكروسوفت ثم كلمة المرور ثم ننقر على Sign In إذن الآن بعد أن قمنا بتسجيل الدخول إلى الموقع سوف ننزل إلى أسفل لسنلاحظ ظهور مكان خاص بتحميل الأداة وهناك من نلاحظ تحميل الأداة ينقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول وهو الخاص بنظام التشغيل 64 بيت القسم الثاني بالنسبة للأنظمة التي تعمل بنظام Windows 32 بيت والقسم الأخير وهو الخاص بنظام Windows Home لمعرفة النظام لديك تقوم بالذهاب إلى هنا الكمبيوتر الشخصي ثم نقوم بالنقر عليه بزر الموس الأيمن ثم ننقر على خصائص وأمام نوع النظام هنا يظهر مثلا النظام لدي الآن نوع تشغيل 64 بيت إذن الآن سأعود إلى الموقع ثم سأقوم بالنقر على الخيار الأول وهو 64 بيت وهناك من نلاحظ في الأسفل تبدأ عملية تحميل الأداة ولكن من ليس لديه حساب Microsoft أو لم يتمكن من تحميل الأداة من موقع Microsoft يمكنه الدخول إلى مدونة إشعاع ثم ننزول إلى الأسفل في هذه التدوينة وتحميل الأداة بالنقر هنا عليها فقط ثم هنا تحميلها برابط مباشر على Mediafire الآن بعد أن قمنا بتحميل الأداة سنقوم بالضغط عليها ثم هنا نضغط على أوافق على الشروط الواردة في التفقية الترخيص ثم ننقر على تثبيت وننتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت الأداة الآن تم الانتهاء من تثبيت الأداة إذن هنا نختار هذا الخيار وهو إضافة اختصار إلى سطح المكتب ويمكن أيضا ترك الخيار الأول وسيتم فتح الأداة مباشرة ثم نضغط على إنهاء إذن هنا كما نلاحظ تم ظهور الاختصار الخاص بالأداة على سطح المكتب إذن الأداة سوف تفتح بهذه الطريقة وسوف تعطيك بعض المعلومات حول جهازك للتحقق من إمكانية تشغيل Windows 11 على حسوبك نقوم بالضغط على التحقق الآن إذن هنا تظهر النتيجة التالية لا يستوفي جهاز الكمبيوتر الشخصي هذا بمتطلبات نظام Windows 11 وأيضا يعرض لك الأسباب يجب أن يدعم هذا الكمبيوتر التمهيد الآمن يجب دعم TPM 2.0 وتمكينه على هذا الكمبيوتر وهنا بالنسبة للأسباب الأولى تظهر بالدائرة البرتقالية ونقطة التعجب هي أن هذه الأشياء يمكن تغييرها في الكمبيوتر أو التعديل فيها مثلا يمكن تحديث TPM وهنا كما نلاحظ أمام المعالج يظهر بالدائرة الحمراء أن المعالج غير معتمد حاليا في Windows 11 وهنا تم إظهار فقط المتطلبات الغير متوفرة في هذا الكمبيوتر لتشغيل Windows 11 ولكن يمكن أيضا أن نقر على الطلاع على كل النتائج لمعرفة المتطلبات المتوفرة في هذا الكمبيوتر لتشغيل Windows 11 وهي تظهر باللون الأخضر أي أن هذه العناصر متوافقة مع متطلبات Windows 11 وهما يؤكد أن الأدات بعد أن تم تحديثها الآن أصبحت أكثر دقة لأن كل هذه المواصفات التي أظهرتها الأداته بالفعل متوفرة في حاسوبي على عكس الأصدار السابق من الأدات الذي لم يكن يعطي النتائج بهذه الدقة إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن نشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر